إنه قلنا مبارح قصة ولي قصة إنه أول مبارح أول مبارح أه أول مبارح ما كانش تمرن لعبة الزمالك وإنه هما كانوا معترضين على عدم حصولهم على المستحقات وإنه هما قعدوا مع المسؤول المالي في نادي الزمالك وتكلموا بعدها خرجوا ونزلوا على الملعب ورحقلين شكرا شكرا وروحوا على بيوتهم وتمرنوا مبارح عادي قبل المباراة طيب ليس فقط الكلام على بسبب مباراة النهاردة لإنه التعادل بل وحتى الخسارة أمر طبيعي جدا في مسابقة قوية هذا الموسم لكن فكرة إهدار الفرص وفكرة استمرار نفس الأخطاء على مستوى الفينيش هي اللي ممكن تخليك تطرح تساؤلات إنه الظروف اللي فيها اللعيبة فيما يفكر اللعيبون الأولويات بتاعة اللعيبة اللي مشغولين قبل المباراة 48 ساعة بالمستحقات وأنا مش بلومهم على فكرة إنهم عايزين فلوسهم ده أمر لابد من تنفيذه تبقى للعقود وتبقى للندي ده الاحتراف دي الكرة يعني لكن إنه هم مركزين في حاجة أولويتهم هي المستحقات وبالتالي النقاط الثلاث أو المشاركة في التدريبات والاستعداد للمباراة هي مش رقم واحد في الأولويات طبيعي إنها توصل لده الخلافات اللي ممكن تكون موجودة في إدارة الكرة داخل نادي الزمالك طبيعي إنها توصل لده العقوبة اللي تتشال يعني تتعمل وبعدية الطرف دي يشيلها من الطرف ده أو الطرف ده يعمل عقوبة فالطرف دي يشيلها أكيد ممكن تعمل خلل في الفريق عدم الاستقرار أو عدم موجود الضابط والرابط ممكن تعمل ده وهنا مش بتكلم بس على مواجهة ودي ديجلة أنا بتكلم على ما هو قادم الزمالك بعد بكرة مسافر إلى تونس لمواجهة التراجي التونسي إذا لقدر الله كانت النتيجة من جديد سلبية بعد تعادل تونجت وتعادل النهاردة أمام ودي ديجلة في الدوري فهتبقى خطورة حقيقية لو الزمالك عمل تعثر أو على أقل ما خدش نقطة من تونس هيبقى معاه من ثلاث مطشات في تعثرات هنا هيبقى أمر مقلق على الزمالك مهم جدا مهم جدا مجلس الإدارة أكيد فيه ورطة جيم من الدار للنار فجأة بقى مسؤول وهو لم يكن مسؤولا من قبل على فريق كرة عن أنه يصرف بشكل شهري مرتبات لعبين فقعد أربع شهور مش عارف يسدد بيبعت للشركة الرعية مش عارف ياخد فلوس لأنه ما فيش فلوس البنك أو أرصدته في البنوك بسبب التأمينات محجوز عليها حتى الآن لعبين بيقولوا هات فلوسنا عشان نعرف نلعب مش عارف يسددها بل وحتى طيران وإقامة في تونس لحد النهاردة كان بيلم ألف دولار ميتين دولار فيه باقي رجع من فريق مش عارف إيه ميتين وخمسين دولار علشان يعرفوا يكملوا الفلوس اللي هيقيموا بيها في تونس بما أنهم دفعوا خلاص حق الطيارة الخاصة تقريبا أربعين ألف دولار في شركة غير الشركة اللي ودت الفريق السنجال فهنا أنت في مشكلة هنا أنت في مشكلة فلابد من إيجاد موارد ده رقم واحد على الإدارة لابد من دعم الإدارة على مستوى وزارة الشباب برياضة بما أنها مؤقتة مش ده العادي على فكرة مش العادي أن أنا أقول أنه إدعموا مجالس الإدارات هو ده دور من أدوار الوزارة لكن مش ده العادي أن أنا أقوله لكن أنا أتكلم بما أن ده إدارة مؤقتة ليس لديها من كامل الخبرات ما يجعلها تجد حلولا حتى ولو بإقناع اللعيبة نصبره دي النقطة المهمة اللي الزمالك ممكن يكون بيعانيها لكن مهم جدا أنه قبل السفر إلى تونس يكون التركيز شديد لأنه ده الأهم لأنه لا لا مجال لتعسطر محبط في جولة ثالثة من جولات دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعة تعالوا نشوف رؤية جمهور الزمالك قبل ما نرجع ونكمل بعض النقاط قبل ما نطلع لفاصل عشان أخبارنا خليكم معنا لأن نلسا مكملين بعض المحاور ترجمة نانسي قنقر